في الخطبة السابعة والثمانين من نهج البلاغة الشريف طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان في الصفحة الثامنة والسبعين أمير المؤمنين يقول وآخر قد تسمى عالما وليس به هو يسمي نفسه والشيعة تسميه إنا لا نعد الفقيها منهم من الشيعة فقيها حتى يكون محدثا فحينما سألوا الإمام الصادق أَوَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُحَدَّثًا قال يكون مفهما والمفهم محدث وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال من المراجع الجهال الذين سبقوه فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور ما هو بقول محمد وأهل محمد قد حمل الكتاب على آرائه ناقضا بيعة الغدير لم يفسر الكتاب بتفسير علي وآل علي بحسب بيعة الغدير قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه بعيدا عن ثقافة العترة الطاهرة يؤمن الناس من العظائم يقول لهم من أنكم ما دنتم مع المرجعية فالمرجعية صمام أمان يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم يقول أقف عند الشبهات الأخ محتاط أبو اللقو يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع ويقول أعتزل البدع وبينها الطجع فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان هذا هو المسخ الباطني الذي يحدثنا القرآن وتحدثنا أحاديث النبي والعترة الطاهرة عنه فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه وذلك ميت الأحياء هذا هو الذي قلته لكم في الحلقة الماضية من أنكم إذا كنتم مضطرين فعودوا إلى هؤلاء المراجع مثلما يعود المضطر إلى أكل الميتة لأن هؤلاء ميتة هذه الأوصاف أنتم طبقوها على مراجع النجف وكربل فإنها تنطبق عليهم بدرجة مئة بالمئة وذلك ميت الأحياء تلاحظون أن ما أطرحه بين أيديكم أطرح منظومة عقائدية وفكرية متكاملة أصولها وجذورها تبدأ من قرآنهم المفسر بتفسيرهم وتبدأ من حديثهم من خطبهم من زياراتهم من أدعيتهم بفهم صحيح وفقا لقواعد تفهيمهم التي بايعنا عليها في بيعة الغدير أعيد قراءة كلام أمير المؤمنين وأتمنى أن تتدبروا فيه وآخر قد تسمى عالما وليس به ما هو بعالم فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور قد حمل الكتاب على آرائه بعيدا عن تفسيرهم صلوات الله عليهم وعطف الحق على أهوائه بعيدا عن حديثهم بقواعد تفهيمهم يؤمن الناس من العظائم هو صمام الأمان ويهون كبير الجرائم يقول أقف عند الشبهات محتاط جناب الأغا يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع ويقول أعتزل البدع وبينها الطجع فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه فهو في حالة تيه وشيعة وراءه تقدسه وتهلله وشيعة وراءه تقدسه وتهلل له وهو يقودها من متاهة إلى متاهة من هو ذلك وذلك ميت الأحياء هذا هو الميتة الذي حدثتكم عنه في الحلقة الماضية ها هي أوصاف حديثهم أنا قرأت عليكم من نهج البلاغة المرجع المرجع الحيوان المرجع الميتة هذه المصطلحات ما هي مصطلحات مصطلحات أمير المؤمنين مصطلحات قرآنهم هذه كلماتهم تتعانق مع آيات قرآنهم بشكل واضح كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة صفحة 375 الحديث الحادي والعشرون الحديث طويل أأخذ منه موطن الحاجة بسنده عن سدير إنه سدير الصيرفي عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن في القائم إن في القائم شبها من يوسف من يوسف النبي قلت كأنك تذكر خبره أو غيبته فقال لي ما تنكر ذلك من هذه الأمة أشباه الخنازير إلى آخر حديثه إنه يتحدث عن الذين ينكرون ولادة صاحب الآمر عن الذين ينكرون وجود صاحب الآمر عن الذين ينكرون إمامة صاحب الآمر يصفهم بأشباه الخنازير أشباه الخنازير إنهم البشر الخنازير إنهم ألعنوا وأنجسوا وأقذروا من الحيوانات الخنازير البشر الحمار أقبح من الحيوان الحمار الحيوان الحمار هكذا خليق الحيوان الخنزير هكذا خليق المرجع الخنزير هو أقبح من الخنزير لأن المرجع الخنزير هو بشر خنزير بلعم بن باعوراء من حملة الإسم الأعظام صار مرجعا كلبا إنه المرجع الكلب فما قيمة مراجع الشيعة الذين لا يحسنون قراءة صلاتهم إمامنا الحجة في رسالته إلى الشيخ المفيد تحدث عن أكثر مراجع الشيعة من أنهم نبذ العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون هؤلاء هم أشباه الخنازير ما تنكر ذلك من هذه الأمة ما تنكر ذلك من هذه العقيدة من هذه الآيات من هذه الحقائق هذه الأمة التي هي أشباه الخنازير الصورة صورة إنسان مثل ما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في نهج البلاغة الشريف والقلب قلب حيوان وذلك هو ميت الأحياء لا يهتدي إلى الحق ولا يعرف الباطل إنه في حالة تيهن وهذا هو واقع مراجع النجف وكربلاء منذ سنة أربعمية وثمانية وأربعين للهجرة حين أسس أطوسي حوزته المشؤومة الدليل على ذلك كتبهم عقاعدهم الضالة تفاسيرهم المخالفة لتفسير أهل البيت الواقع الشيعي السيء في كل اتجاهاته كل ذلك بسببهم بسبب ضلالهم بسبب جهلهم بسبب سفالتهم وإلا كيف يعقلوا أن ذكر علي يبطل الصلاة علي هو أساس الصلاة فكيف ذكره يبطل الصلاة ألا لعنة على منهجهم ألا لعنة على صلاتهم ألا لعنة على دينهم ألا لعنة على عقائدهم هذا هو الواقع الشيعي القبيح الذي أنتجته لنا حوزة النجاف وأنتجته لنا مرجعية النجاف هذه الأوصاف تنطبق عليهم تمام الانطباق هذا حديثهم في نهج البلاغة وهذا حديثهم في بحار الأنوار وفي كمال الدين وتمام النعمة وهذا قرآنهم القرآن يحدثنا عن القرية التي كانت حاضرة البحر من أن الله مسخهم قردتا لم يصفهم بأنهم قردتا وإنما حولهم إلى قردتا وهؤلاء الذين تحدثت عنهم كلمات رسول الله وكلمات أمير المؤمنين وكلمات إمامنا الصادق وهم يتحدثون عن كبار رجال الدين من الشيعة وصفوهم بأنهم قد مسخوا الصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان قد يكون قردا قد يكون خنزيرا قد يكون حمارا قد يكون بهيمة بل أضال قاد وقاد وقاد ما هي الأنواع كثيرة أنواع رجال الدين كثيرة لست أنا الذي نوعتهم الله نوعهم في كتابه ومحمد وآل محمد هم الذين نوعوهم في أحاديثهم وكلماتهم هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه الطبعة طبعة ذوي القربى قموا المقدسة صفحة 33 الحديث السادس والعشرون عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا والمعتقدين مودتنا إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعداء الأحاديث أعداء الروايات فإنهم أعداء السنن لماذا تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها هذا حال عمائم النجفي وكربلاء سلوهم عن أحاديث العترة الطاهرة هم لا يحفظون منها شيئا وحتى الأحاديث التي يحفظونها يبحثون عن الأحاديث التي لا يريد أهل البيت منها أن نحفظها إنها الأحاديث التي جاءت وفقا لمذاق النواصب أي سوء التوفيق هذا فإنهم أعداء السنن تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها فماذا صنعوا فاتخذوا عباد الله خولا عبيدا حميرا دخيين وما له دولا تصرف في ماله بحسب ما يريدون فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب إلى آخر الرواية وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب فما حال هؤلاء المراجع سيكونون أسوأ من الكلاب إنهم خنازير المراجع الخنازير يقلدهم المقلدون الكلاب هذا حديث العترة الطاهرة أقرأ عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري طبقوا هذه الأوصاف أين تنطبق هذه الأوصاف الخطاب مع الشيعة يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا فهل أن الإمام يحذر كل الشيعة الخطاب موجه لكل الشيعة يحذر كل الشيعة من مراجع الوهابيين فالشيعة يعرفونه هل يحذر الشيعة مثلا من أحبار اليهود من حاخامات اليهود الشيعة يعرفونه هذا التحذير من مراجع الشيعة يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم وأصحاب الرأي في الواقع الشيعي من هم هؤلاء المدرسة الأصولية في النجا إنها حوزة الطوسي إنها حوزة الشوافع والمعتزلة المعتزلة هم أصحاب الرأي والشوافع هم أصحاب الرأي مصادر التشريع عند الشوافع ما هي الكتاب السنة الإجماع القياس مراجع الشيعة الكذابون الدجالون حرفوا القياس فجعلوها العقل والقياس هو العقل والعقل هو القياس في دائرة الاستنباط الإجماع لا وجود له عندنا النبي لم يوصنا بالتمسك بالإجماع أوصانا بالتمسك بالكتاب والعترة هذه وصية رسول الله لكن القوم لا علاقة لهم بوصية رسول الله القوم يأخذون دينهم من الشوافع والمعتزلة غاية الأمر كي يضحك على الشيعة يغيرون في المصطلحات والعناوين يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أحداء الروايات والأحاديث تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها الكلام ليس عن الوهابيين الوهابيون يحفظون القرآن ويحفظون أحاديثهم ما تفلتت منهم أحاديثهم عودوا إلى الشوافع أيضا يحفظون القرآن ويحفظون أحاديثهم الذين لا يحفظون القرآن ولا يحفظون أحاديثهم هم مراجع النجف هذا هو الواقع أو لا هم جهال بقرآنه وجهال بأحاديثه مراجع النجف موجودون واختبروهم اختبروهم سلوهم يا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنة تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها فاتخذوا عباد الله خولا وما له دول علماء الوهابية قد يفعلون هذا ولكن بدرجة ضعيفة حتى حينما يأخذون مال الله فإنهم يأخذونه بنحو سري بخلاف مراجع النجف الشيعة تحمل الأموال إليهم يقدمون الأموال وهم يستشعرون التقصير ويجدون الفضل للمرجع أن يأخذ الأموال منهم يقدمون الأموال يقبلون الأيدي ويعودون على ظهورهم إلى الوراء هكذا يفعل الشيعة هذه الأوصاف أوصاف مراجع الشيعة تفلتت منهم الأحاديث أن يحفظوها تفلت القرآن منه وتفلت الأحاديث وارتكسوا في عيون القذارة النحصبية إلى سقوف عمائمهم تفلت منهم الأحاديث أن يحفظوها وأعيتهم السنة أن يعوها فاتخذوا عباد الله خولا وما له دولا فذلت لهم الرقاب علماء الوهابية علماء السنة شيخ الأزهر لا تذل له الرقاب الذين تذل لهم الرقاب هم مراجع الشيعة فذلت لهم الرقاب وأطاعهم الخلق أشبه الكلاب إنهم مقلدوه سبوني ليس مهما هذا ولكن فيما بينكم وبين أنفسكم يا مقلدي مراجع النجف أليس هذا هو الواقع الذي عليه مراجع النجف وعليه أنتم الذين تقلدونه هذا كلام أمير المؤمنين وأنا أقرأه عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري الذي استشهد سنة 260 للهجرة يعني أن هذا التفسير قد كتب قبل هذا التأريخ هذه الكلمات ترسم لنا لوحة كاملة عن واقع مرجعية النجف وعن مقلديها هذا هو واقع الشيعة بشكل صريح وبنحو جلي نذهب إلى فاصل